وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال فقلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث أن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان صغير قال العلماء يجوز الإرداف على الدابة عندك دابة أي أن كانت يجوز لك أنك تردف عليها يعني تشيل معك زولتاني قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وهذا فيه دليل من دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترى فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ركب الحمار مع أنه كان فيه دواب أخرى أحسن منه فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كذلك أنه أردف على الحمار وكان صغيرا قال فقال يا معاذ ثم سماه باسمه ودى من الأدب في تعليم الصغار ما قال له نادى باسمه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال من أبلغ أنواع التعليم إنك تسأل الزل تسأل وإجاب سؤال والجواب ده من أبلغ شكرا الكلام بيرسخ شنو بيرسخ في ذهن طوالي شكرا الاسئلة المهمة جدا تكفي القرآن في السنة تكفي كثير جدا السؤال والجواب يدي واحد للنبي عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة الغيامة بتقوم بتين متى الساعة وأسئلة كثيرة في القرآن وفي السنة قال وتدري ما حق العباد على الله قال وما حق العباد على الله قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا العبادة العبادة عرفها العلماء قالوا هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكذلك العبادة هي أن تصرف جميع أنواع العبادات لله عز وجل للعبادة وجاء من كلمة الذل أن يتذلل الإنسان لله عز وجل كما قاله العلم يقال طريق معبد أي مذلل وممهد فالإنسان يعبد الله عز وجل أن يكون خاضعا لكل الأوامر وأن ينتهي عن كل النواهي ربنا قال ما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شاكد العلم لما يفسروا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسروا كلمة يعبدون بمعنى إلا لآمرهم وأنهاهم وكذلك فسروا كلمة العبادة بالتوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون كما قال ابن عباس وده من أبلغ التفاسير لأن الإنسان إذا فقد إذا فقد هذا التوحيد لم يحقق الغاية التي من أجلها شنو خلق وهي عبارة الله عز وجل ما تلك بيكون زي البهيمة لأنه أنت ربنا خلقك للعبادة الإنسان يمشي يشتغل عشان يأكل حلال ويطعم أهله كذلك لكن الأصل والأساس هو عبارة الله عز وجل ويربي أبناءه على توحيد الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أو تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وتجد في السنة أحاديث كثيرة فيها تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للاستغار كحديث معاوية بن الحكم السلم قال جاءت جارية ضربها سيدها فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين الله فقالت في السماء قال لا من أنا قالت لأ أنت رسول الله قال لا اعتخاف إنها مؤمنة علمه سأل سؤال أين الله قال يا في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابن عباس قال لي فإذا سألت بعلم فيه فإذا سألت فسأل شنو فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وذلك كلهم كانوا شنو كانوا ناس صغار أطفال صغار لشان كده من أهم الأمور أنك تعلم الطفل الصغير تعلموا شنو تعلموا العقيدة الصحيحة وما تم اشترمي ولدك في خلوة من الخلوة بتاع الشنو أصحاب الدجل والشعوزة إياك لو رميتم أعزل انتهيت منه مرة واحد لأنه دهل بحفظوا لك الغران وبطلعوا لك مشرك يجي حافظ لكن مشرك ربتك الإنسان لا بد يعرف شنو هذه العقيدة الصحيحة وهو أن يفرد الله عز وجل بالعبادة أن يفرد الله عز وجل شنو بالعبادة بأن لا يسأل إلا الله عز وجل وأن لا يستعين إلا بالله عز وجل لأنه من سأل غير الله في شيء لا يستطيعه إلا الله عز وجل فقد أشركه شركاً أكبر شركاً أكبر وزول بموت عليك لا نمشي جهنم لما في صيعة البخاري من حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار دخل النار شنو كده قال أن يعبدوه ولا يشرك به تعبد الله براو وما تشرك معه أحد والشرك هو أن تساوي غير الله بالله في شيء من خصائص الله يعني حاجة حقت الله براو تقول أبردو الشيخ عنده الله بيعلم الغيب والختم بيعلم الغيب الله بيعلم الغيب والبرع بيعلم الغيب كده شرك بنده بنادي الله وبنادي الختم قريبتك كيف قال إن كنت في هم وغم ده بتاع الختمية قال إن كنت في هم وغم فقم ونده وقل يا مرغني أتيك بسرعة قال تقول يا المرغني قال بيجيك سريع سريع وطيب أنت ما مورط لهم الليلة المرغني دايني مسيك الحكومة ما لقي فيها فرقة ويتوكد بتنده وماسك الكون وبتعلم الغيب ما وسكتها مالك مالك طافش قاعد في مصر شرت من هنا جرى ماشا مصر قاعد هناك سنين طويلة شانتعرف أنه ذلك هزابين يقول لك أنا بقى على مالغيب والشيخ متحكم في الكون حسنة بكم الفلكون متحكم دا حسنة بدلا بها بتاع الخاتمية قال متحكم في الكون بتاع الله شبتها كيف دا الخاتمية طبعا في ناس من تقول لهم الكلام دا ما بيخارج معهم طوالة بتحكك لأنه بيعتقد أنه ممكن تجيو حاجة هسي تقع فيه رب كده لأنه عقيدته ما شنو عقيدته ما معلقة بي الله رب العزة قيل لجلاله ربنا يقول للناس دا إن تدعوهم ناس أقول لك الميتين دا ربنا يقول لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيوكم مستخبير ما عنده حاجة ضعيف تب ما عنده إيشي ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال ويبين في هذه الأمور كلها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ودائما ربنا لما يضرب الأمثال يضرب المثل في حاجة كبيرة عظيمة عرفتها كب إن الذين تدعون من دون الله الخاتم دا الخليت الله وبيقيت تناديو ما دون الله الخاتم مع الله ولا دون الله دون الله مشكلة الخاتم دون الله كويس معاك دا غالك ناديني ربنا قال لك الزول دا البيتناديو دا ربنا قال لك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اللولي اللولي البيتناديون دا قال لك ما بيخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اتلموا ما بيخلقوا اللولي كلهم لو اتلموا ما بيخلقوا فكيف لو جا واحد براو ربنا كمان ضرب لك مثال ثاني أعظم قالوا وإن يسلوبوهم الذباب الشيئة لا يستنغذوه منه الذبابة ذاتها لو شالت من الفطور بتاع الشيخ الختم لو شالت منه حاجة ما يستطيع هذا الختم لضعفه أن يأخذ ما أخذته منه هذه الذبابة الحقيرة الحشرة شنو التي تقع في الغازورات الذباب دا مش حقير والذباب دا من حكمة الله عز وجل ما بيجي بقول لك الديني بيقلع قلع بيجي من فوق فررب بيقع في الفطور بيشيل لشان كده قاله ويسلبهم رب أنا قال كده طبعوا كده الحشرة الطبيعة كده بتشيل بالقوة والسلب هو الأهد بقوة كويس وأن يسلبه من ذباب والشيئة لا يستنغذوه منه ضعف الطالب والمطلوب عز وجل ضعيف يل بيقول يا الختم الحقنا وفزعنا دا ضعيف وظل لك الكور اكتلاه دا دا منتهي ما عنده حاجة مات زمان حسنة بجلابي دا مات زمان قال متحكم في الكون مات قال متحكم في الكون قال الله شات حسنة بكم الفلكون متحكم مات زل متحكم في الكون اخوانا ومات ايه تقول بحاجة في الكون مات لشنو طيب لشنو متح زل قلعوا له ودومه وغسلوه وعريان وادوه قطن وربطوا له راسه وكفنوه وحفر له غبر وجدعوا جوا وادوه حجار وطين وطراب وجماعة قالوا دعوا له ان كان محسرا فزيت في احسانه وان كان مسيا فتقوض عن سيئاته اللهم اغزله بالماء والثلك والبرد واي واحد تخارج مشاهله بقى بعد دا قاعد مع الملائكة بيسألوه جوا تاني اتورط غلاث جوا كويس معك بعد دا ايجوا لك قال نسألوا مع الله الكلان بيجي يا اخوانا كان ما بيجي بالعقول ما بيجي شان كلا دا الشرك الاكبر الذي يعتقد هذه العقائد المنحرفة شان كلا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعلم هذا الصحابي قال او تدري ما حق الله عن العباد ومحق العباد على الله قال قلت الله ورسوله شنو بعد دا قال قلت الله ورسوله اعلم شكرا الزل لو سألوا سؤال متعلق بالشريعة يقول شنو وما عرف يقول الله ورسوله اعلم اما اذا كان الامر متعلق بشي قدري قدري كوني سألوك اي سؤال المواجهات ولا ما جات ما تقول الله ورسوله اعلم تقول الله شنو الله أعلم تأمر شنو قدري كوني في نهاية الحديث قال فلو بشر الناس قال لا تبشرهم شنو لا تبشرهم فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا والحديث ده يتكلم عن شنو عن فضل التوحيد فقال لهم ما تبشرهم فيتكلوا حتى لا يتكلوا على فضل التوحيد ويتركوا الاكتهاد في العبادة ولكن معاذ رضي الله عنه حدث بهذا الحديث في آخر أيامه لمن دار يموت معاذ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تقول له ما الكلام ده لكن في آخر أيامه حدث به له حتى لا يدخل في حديث آخر من كتم علما شنو الجمع الله بالإجابة من النار فحدث به حتى يعلم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص الكلام أوصي نفسي وجميع الإخوة بأن يتمسكوا بالكتاب والسنة أظهر يا أخوانا ما يسمع الآيات ولا حديث ويكون قاعد ساكت سمعت الآيات ولا حديث تطبي كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنت ربنا في الدنيا لما خلقك ساكت عبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ربنا ما خلقك ساكت سمعت الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام تطبي كلام النبي عليه الصلاة والسلام عرفت كيف انت زائر الجنة لابوا التطبق شنو كلام النبي عليه الصلاة والصحابة دي كانوا من أشد الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي يصلي فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له إن في أحد عليك غزرا قال له نعالك دي في واحد من النعلينا الابس النبي صلى الله عليه وسلم. فيها غزر. قال فخلع نعله صلى الله عليه وسلم. خلع يدعى. الصحابة وراه طوالي. كلهم جدعوا النعلية. وراه طوالي. لمن التفت. قال لهم لماذا فعلتم ذلك? او قم قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كلام واحد. قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. بس انتهى خلاص. شفت الشغل ده كيف? ده لصحابة. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شاكين ربنا لما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ما جاء الكلام ده ده كلام الله. طبقوا هذا الدين. لانه كانوا يحبون الاسلام. ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام. ودرين يخش الجنة. درين يخش شنو? الجنة. يجي الصحابة يقول له قل في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك. يقول له قل امنت بالله ثم استغم. التوحيد الاستغامة. الصحابة ذلك كانوا اشد الناس شنو? متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالانسان يأتسل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتابع النبي عليه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. الامر الاخير الحذر كل الحذر من الدخول في الجماعات ومن الدخول في الطرق ومن الدخول في الاحزاب. ات لو دائر تمشي لالله نظيف. اياك تخش اليك في جماعة ايا كانت من انصار سنة وتماشي. اياك لا انصار سنة لا اخوان مسلمين لا غير من الجماعات. لا حذب لا جماعة لا طريقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في موطع الامام مالك من رواية جابر ابن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعات يقول له انا اخوانا بيقى الجماعات بتاع شنو? جماعات منهجة جوا منهج منحرف. اصار رسولنا بيقوا بتاع السياسة. يسوقوا النسوان يدخلوهم البرلمانات. او البرطمانات. عرفتها كيف? بتاع المزاهرات. وده كل في الدين ما فيه. تركوا الكلام في التوحيد والنهي عن الشرك. انحرفوا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما اخوانا العبرة ما بالمسميات. انما العبرة لابد ان يكون المسمى ان تتصف بالاسم. اسما وصيفة. ما تجد تقول انا من اهل السنة. وانت تكون مخالف لشنو? للسنة. وانت ما مأمور. لو بيقوا كويسين. انت ما مأمور ربنا ما امرك تخش لك شنو? في جماعة او طائفة او حزب. عرفت كيف? وربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذه الاحزاب والدخول فيها وان شاء. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم شنو? فريحون. فعلى جميع المشربين ان يتقوا الله عز وجل وان يتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففيها الخير كله وفيها الفلاح كله وفيها الصلاح كله صلى الله عليه والعالم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.